موسيقى أعزائي مشاهدي برنامج مال وعمال أحييكم أجمل تحية وأهلا ومرحما بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مال وعمال نتناول في هذه الحلقة دور البنوك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك علاقة جمعية البنوك بالقطاع المصرفي ودورها في خدمة هذا القطاع الحديث أكثر حول هذه الأدوار يسرنا أن نستضيف سعادة الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن أهلا وسهلا بك الدكتور عدلي عزائي قبل أن نخوض في تفاصيل حلقة هذه الليلة نتابع تقرير عده الزميل يوسف المشاكبي دور كبير تقوم به البنوك الأردنية من خلال ما تقدمه من قروض تمويلية للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها والذي من شانه أن يسن في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني إلا أن العديد من الجهات المعنية في العمل المصرفي تقرير الحصول على الضمانات المالية لتلك المشاريع اليوم تمويل متطور للمشاريع بفضل البرامج التنموية التي يديرها البنك المركزي الأردني وهذه البرامج أصبحت توفر التمويل طويل الأجل الذي يصل إلى عشر سنوات تمويل فترة التمويل وبأسعار فوائد مقبولة ومعقولة تتناسب مع مخاطر هذه المشاريع والمشاريع التي تتضمن هذه التمويلات مخاطر الفوائد نحمد الله أننا نقوم بالتبرعات المختلفة وليست المسجل الاجتماعية فقط بالتبرعات التي تشمل جهات متعددة وإنما أيضا بالتمويلات التي تنتد إلى التمويلات الكبيرة والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية وكذلك إلى صغار المتمولين وقد قمنا في البنك بإيجاد صندوق لحماية المتمولين الصغار في حالات العز والوفاة لا سمح الله لتغطية احتيازاتهم حتى تبقى وسرهم في مأمن عن المديونية التي حصلوا عليها الصناعيون بدورهم أشاروا إلى ذورة العمل على توفير التسهيلات الاتمانية اللازمة لدعم المشاريع الصناعية والصغيرة ولضمان تأمومة الصناعة وتعزيز التنافسية والجودة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والخارجية لما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار من أكبر المشاكل التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع الفائدة مرتفعة وتكاد تكون بجوز من أكثر الدول في المنطقة ارتفاعاً الفوائد أعتقد في معظم الحالاتها بتوصل أكثر من 10% ما بين العمولة والرسوم اللي بحطوها فهي بتطلع أكثر من 10% وأحياناً تصل 11% فهذا نقطة الأخرى أنه بالحاجة بدهم ضمنات شركات صغيرة متوسطة في مقلب الأحيان ما في الضمنات العقارية خلينا نقول بهذا الموضوع وهذه الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القطاع المصرفي في الأردن على الرغم ما يقوم به من دور تنموي واقتصادي ودعم المشاريع المستدامة وبما يسهم في دعم وتنفيذ المشاريع التنموية وخصوصاً الصناعية منها دور بنوك هام جداً في التنمية الاقتصادية للأسف حصة القطاع الصناعي بالتسهيلات الايتمانية ما زال منخفض جداً لا يتعدى الـ 15% إذا طرحت منه 50% يذهب إلى الصناعات الكبيرة فحصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يتعدى الـ 7.5% والدليل ولماذا هذه الحصة متدنية هو لأنه ما زالت الفوائد أو المرابحة مرتفعة وهي بنوك أولاً وأخيراً بنوك تجارية والسبب الآخر إنها القروض التي تعطى هي قروض نوعاً ما قصيرة الأجل والصناع بحاجة إلى قروض طويلة الأمل أعزائي المشاهدين أهلاً بكم من جديد دكتور عدلي وكان واضح من التقرير أنه بركزه على جانبين الجانب الأول هو تدني حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام والصناعية من الصغيرة والمتوسطة من التمويل والجانب الآخر هو ارتفاع تكلفة التمويل لهذا القطاع يعني إلى أي مدى أو إلى متى ستستمر هذه الشكوى معروف أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمال التمويل لا تتجاوز 10% دكتور وهي تشكل يعني عائق في التنمية الصناعية فإلى أي مدى البنوك ممكن أنها تعدل في هذا الاتجاه نعم يعني في الواقع هي التساؤلات دائما نسبحها ومن فترة طويلة صار في تركيز على قطاع المصرفي بيقدم تمويل لشركات الصغيرة المتوسطة وارتفاع أسعار الفوائد الآخر لكن الأرقام إذا بنتطلع على الأرقام نشوف أنه أسعار الفوائد بالمتوسط كما ينشرها البنك المركزي وهي طبعا أرقام مأخوذة من ميزانيات البنوك ومن بيانات البنوك نشوف أنه النسب يعني الفوائد على القروض والسلف اللي هي بتشكل أغلية غالبية القروض اللي بتقدم لمختلف القلعات الصادية تتراع بين 8% و9% يعني حول هذا المعدل وهي بتعكس كلف الأموال اللي موجودة لدى البنوك والأموال بنحكي عن كلف الأموال اللي هي الفوائد على الودائع ومنحكي عن الودائع للتوفير والأجل كلفها بتصل قريبا من 4% 4-4 وشوي فبالتالي منحكي عن 4 وناخص الخمسة أو 9 بيطلع عندنا هامش تقريبا 4.5% إلى 5% هامش فائدة وهذا بيأكس كلف الأموال والكلف تشغيلية على البنوك ولي تغطي كلف اللي بتكباتها البنوك حتى تقدم تمويل لمختلف القلعات الصادية نعم ما تزال نسبة القروض إلى إجمال المقدمة لشريع المشروعات الصغيرة المتوسطة تراوح حول 10 إلى 12% وهي هذه النسبة تقريبا مقاربة للنسبة الموجودة في المنطقة في الأقليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي هي ما يسمى بالمينا ريجي وهناك كان في جهود كبيرة قامت فيها الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ووزار التخطيط والجهات المعنية والقطاع المصرفي الشركية بشكل كبير لمعالجة هذه المسألة ولمحاولة رفع هذه النسبة من خلال توفير برامج توفر سيولة للقطاع المصرفي بكلف أموال أقل من الودائع عن طريق البنك الدولي ومؤسسات تمويل أخرى وقدمت للبنك المركزي والبنك المركزي قدمها وفرها للبنوك وهناك كمان برامج أخرى كانت تشتغل على موضوع الضمانات ذكر موضوع الضمانات أن المشروعات الصغيرة المتوسطة تعاني من توفير ضمانات حتى تحصل على قروف وهذه كمان مشكلة مزبوط أساسية لأنه البنك لما يقدم تمويل بحاجة أنه يكون فيه ضمانات لهذه القروض التي يقدمها حتى يضمن سدادها وبالتالي يغطي تكون هاي الأموال المغطاة فكان فيه برامج يعني تعاملت مع مسألة الضمانات بعضها نجح وبعضها لم ينجح ومنأمل أنه يكون فيه برامج أخرى المسرحة للتعامل مع هاي الموضوع لدينا شركة ضمان القروض بالأردن دورها جيد لكن بحاجة برضو أعتقد تم توسيع هذا الدور بشكل أكبر ومن هون نحن نحن نحكي عن مشكلة ليست تخص الأردن فقط تخص الإقليم بشكل عام أسعار الفوائد بشكل عام فيه تراجع بالفترة الأخيرة نتيجة لتراجع أسعار السوقية بشكل عام ونتيجة لتوجهة البنك المركزي كان في فترة أخيرة خفض أسعار الفائدة وبالتالي كان فيه طلب من البنوك أنه يتخفيض أسعار الفائدة فبالتالي مشكلة موجودة وهناك برامج زي ما ذكرنا لإتعامل مع هاي المشكلة يعني دكتور واضح من هيكل أسعار الفائدة اللي بنشرها البنك المركزي سواء فائدة الإقراض أو فائدة الوداع صحيح أنه الهامش هذا المتبقع بين 4 إلى 5 هو يغطي التكاليف والمصاريف اللي بتحملها البنوك لكن دكتور يعني في محاولة لردم الفجوة يعني كان فيه هناك زي ما تفضلت برامج وكان فيه خصوصا تمويل الصناعة كان فيه هامش من الفائدة يعني أقل من السوق بحوالي 2% زائد البرامج الأخرى المولة عن طريق البنك الدولي والبنك الأوروبالي اللي عادل العمار والتنمية يقابلها ضمان الوداع ضمان القروض اللي هي كانت عن طريق المؤسسة الاستمار خارجي لما وراء البحار أوبك قد لا تكون حققت كل الأهداف دكتور هل هناك تقييم لهذه البرامج ومدى نعكاسة على القطاعات الاقتصادية هل القطاعات فعلا تستفيد؟ يعني هل فيه دراسات نعم صار فيه تقييم لهذه البرامج برامج اللي قدمت من خلال البنك الدولي من خلال البنك المركزي وقدمها البنك المركزي للبنوك كان هدفه الرئيسي اللي هي التعامل مع مسألة السيولة في بعض لدى البنوك لأن السيولة الفائضة الموجودة في الجهاز المصرفي تتركز لدى البنوك الكبيرة حتى نتعامل مع المسألة صار في عنا هذا البرامج والمسألة الأخرى لتعامل معها هذا البرامج هي سعار الفائدة حتى يكون كلف الأموال أقل على البنوك بداية وبالتالي هذا البرنامج كان ناجح تم تمويل كان المبلغ سبعين مليون دينار خلال الفترة الماضية دكتور تم انصرف المرحولة وتجدد البرنامج نعم وصبب تم تجييد البرنامج على ما أعتقد وبالتالي هذا البرنامج كان ناجح بكل المعايير والبنوك السبادت منه وسبدت منه مختلف القطاعات الاقتصادية وأغلب المشاريع التي تم تمويلها كانت تخص الشباب والمرأة وهذا كمان شيء جيد كون نتعامل مع قطاع الشباب اللي يعاني من مشكلة بطالة بشكل كبير والمرأة كذلك برنامج تعقبك ما كان ناجح بالمعنى اللي لازم يكون فيه يعني المبلغ كان ضخم اللي كان موفر نحكي عن 250 مليون أو 4 مليون بلر حيثيات البرنامج وتفاصيلها كانت لا تتناسب مع يعني السياسة الاقتمانية اللي بتتعامل مع المنوك في الأردن وبالتالي أنا بعتقد يعني هناك حاجة لمراجعة هذا البرنامج من حيث الشروط والامتيازات والتفاصيل الأخرى حتى يتم الاستفادة من هذه المبالغ بصورة أفضل فبالتالي بعض برامج نجحت وبعضها الآخر كان يعني خاصة المتعلقة في ضمان القروض أنا بعتقد هناك حاجة لتفعيل دور الشركة الأردنية ضمان القروض القروض أكبر هناك دور عم بتقوم فيه هذه الشركة جيد لكن بدنا نوسع النطاق ليشمل قطاعات أكثر ويكون حجم الدور بتكون في هذه الشركة يعني هي حتى ممكن نوع القروض دكتور لأنها أكثر ما تركز على للإسكان وحتى تقروض الإسكان التي تمنح البنوك للمواطنين دكتور ابن عود يعني هدف رئيسي من الحلقة هو تسليط الضوء على الدور الاقتصادي للبنوك على مدى 2014 ما هي التسهيلات التي قدمت البنوك إسهامها في دعم النشرات الاقتصادية المختلفة من إنشاءات من عقارات وخلف يا سيد الأرقام بتشير إلى أنه الميزانية الموحدة للبنوك من 2014 وصلت إلى حوالي 45 مليار دينار لجمال الموجودات في هذه البنوك من هذه الموجودات نحكي عن 30 مليار ودائع تقريبا 30 مليار دينار ودائع تم منح تسهيلات برقم وصل رصيد القائم للتسهيلات 19.3 مليار تقريبا نحكي عن 20 مليار من إجمال الودائع هذه تسهيلات الاقتمانية مباشرة للقطاع الخاص أغلبها القطاع الخاص أكثر من 90% من هذه التسهيلات الاقتمانية مباشرة للقطاع الخاص غير عن الأرقام التي نخي عن استثمارات البنوك في سندات الخزينة وأذنات الخزينة نحكي عن تقريبا حوالي 10 مليار الآن نحكي عن 10 مليار فنحكي عن حجم استثمارات كبير وتمويل كبير يقوم فيه القطاع المصرفي للقطاع الخاص والقطاع العام القطاع الخاص يتركز أغلب التسليلات بثلاثة أربع قطاعات رئيسية نحكي عن قطاع الصناعة وقطاع الإنشاءات وقطاع التجارة بالإضافة لقطاع الأفراد الأفراد يدخل هذا القطاع مع التمويلات الأفراد الشخصية وقطاع الإسكان لأن الفرد عندما يأتي يأخذ قرر عادة يكون إما لشراء شقة أو بيت أو لشراء سيارة أو أي حاجات أخرى يتخص منزله وبالتالي عندما نحكي عن تمويل قطاع الأفراد يأخذ حصة كبيرة من التمويل الذي تقدم البنوك لمختلف قطاع الأفراد فبالتالي هناك تمويل كبير بيقوم فيه القطاع المصرفي وبالمناسبة القطاع المصرفي زي ما نعرف هو القطاع الرئيسي هو المصدر الرئيسي للتمويل في الاقتصاد الأردني نحكي عن حجم ضخم من الأموال بيوفرها القطاع المصرفي لمختلف قطاعات الأقصادية ولا يوجد مصادر أخرى للتمويل أنا أشترك الدكتور نحن بالجانب هذا نحن عن دول الأخرى المصادر البنكية للتمويل التي لا تتجاوز 60% إلى 65% نحن نحكي عن نسبة تصل إلى تسعين صح في الأردن نتصل إلى أكثر من تسعين في المية في الواقع طبعا المصادر التمويل الأخرى نحكي عن السوق المالي ونحكي عن شركات التمويل الأخرى وبالتالي بالمقارنة مع دول الأخرى باتحاد الأوروبي نحكي عن 65% تقريبا مصادر التمويل التي توفرها البنوك بأمريكا منحكي عن 30% إلى 40% فقط من مصادر التمويل بتوفرها البنوك وبالتالي الدور الذي يقوم في القطاع المصر فيه دور كبير عليه عبئ كبير هناك حاجة ماسية في الأردن دكتور اعتماد الاقتصاد لهذه الدرجة على البنوك التمويل خصوص مع تراجع سوق الإصدارات الأولية اللي كان نشط بال2005-2006 ماذا يشير اعتماد الاقتصاد كلية على البنوك التمويل ماذا يمكن أن ننظر له كاقتصاديين سيدي هناك نظرتين ممكن نطلع على هذه النقطة لتوضيحها بأن قطاع المصرف القطاع المالي ينقسم لجزئين نحكي عن مؤسسات مالية ونحكي عن سوق رأس المال وبالتالي القطاع المصرفي عارفين أرقامه وحجمه كبير ودوره نشط وإلى آخره بينما سوق رأس المال يعني خاصة بفترة اللي بعد الأزمة المالية العالمية السوق شبه راكد وهناك حاجة ماسة لتفعيل هذا السوق بالأردن بالذات نحن نحكي عن أسواق مالية في الخليج مثلا كانت نشطة وعدلت أوضاحها بعد الأزمة المالية في الدول المتقدمة ودول ناشئة كمان نفس الشيء صداع السعادة عافيتها لكن بالأردن هناك مشكلة كبيرة لدى سوق رأس المال وما زلنا نعاني منها بحاجة إلى تفعيل بمختلف الوسائل ومختلف الطرق هل لا صار في عنا بالفترة الأخيرة إقرار للسوق الإسلامية خلاصة الإسلامية نحن نعتقد أن هذا أداة تمويل جيدة وفعالة ويجب استغلالها كان في نية وهناك حديث كان من قبل الحكومة لإصدارات السلالات الإسلامية لكن ما تزال أنا متابع الموضوع لازالت متوقفة على تأسيس شركة شركة ذات الهدف الخاصة لقر القانون بعدما يتأسيس شركة الحكومة رصدت في موازنة 2015 مخصصات لهذا الطرح دكتور البنوك عندنا منوعة بين تجارية بين بنوك استثمارية بنوك إسلامية إلى جانب البنوك الأجنبية لازال غياب البنوك المتخصصة في الأردن هل استطاعت البنوك الأردنية أن تفتح نوافذ تستهدف التمويل المتخصص مثل الشركات الصغيرة المتوسطة مثل مشاريع المرأة أو الإقراض الأخضر أو الإقراض البيئي هل نحن بحاجة إلى بنك متخصص دكتور؟ سيدي كان لدينا بنك بنوك متخصصة في عنا مؤسسة الإقراض الزراعي في عنا بنك تنميته من مدن القرى كان لدينا بنك الإنماء الصناعي لكن البنك الإنماء الصناعي يعني منعرف شو التفاصيل تعته البنوك نعم هي عم تاخد مجال في فتح نوافذ لتمويل مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأت في تمويل قطاعات الخضراء المشاريع الخضراء التمويل الأخضر الطاقة المتجددة بدأنا نلمس بالفترة الأخيرة أن البنوك تدخل في تمويل هذه المشاريع بشكل كبير وبالتالي هناك يعني يعني إحنا عم نلمس بأنه البنوك عم تستهدف هذه القطاعات بشكل بشكل جيد هل إحنا بحاجة لبنوك متخصصة بالقطاع الصناعي والقطاع الأخضر أنا ما أعتقد أنه بحاجة لها البنوك نفسها عم بتقوم بهذا الدور منشوف أنه في بنوك بتستهدف الريتيل ماركت اللي هو قطاع التجزئة بعض بنوك تستهدف القطاع العام موظفين القطاع العام بعض بنوك بتركز على الكوربيرت على الشركات بعض بنوك تمخذ كل هذه القطاعات بشكل شامل بنوكنا تقريباً نحكي عن بنوك شاملة في الأردن عم تستهدف كل هذه القطاعات الاقتصادية وبالتالي ما بعتقد أنه هنا بحاجة إلى وإن كان وجود بنوك متخصصة يعني إذا تم إنشاء بنك متخصص بالتعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ما في مشكلة لكن البنوك تقوم بهذا الدور بشكل يعني ملموس وبتستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية دكتور موضوع التركزات الاقتمانية يعني هل نسب التركزات الاقتمانية مثل قطاع الإنشاءات تستحوذ على 20% من سقفه لإجمال التمويل والقطاعات الأخرى يعني هل هذه النسب مريحة دكتور للنشاطات الاقتصادية أم في نشاطات تستحوذ أكثر على مجمل التسهيلات عن نشاطات الأخرى يعني زيما ذكرت أنا في عنا الثلاث قطاعات أو أربع قطاعات تستحوذ حوالي 60 إلى 70% من إجمال التسهيلات نحكي عن قطاع الصناعي قطاع التجارة وقطاع الكونستركشن اللي هو الإنشاءات بشكل عام اللي بشمل فيه القطاع العقاري القطاع العقاري اللي نحكي فيه قطاع عقار التجاري وقطاع السكني والأفراد هذول القطاعات الأربعة اللي هم بشكله تقريبا المحوى الرئيسي قطاع الزراعة بيحصل على ذلك اللي لكن نسبته قريبا اللي بيعكس حجم التسهيلات هو نشاط الاقتصادي نفسه يعني إذا فيه طلب من هذه القطاعات أو لا القطاع الوحيد اللي عليه يعني قيد من قبل البنك المركزي هو قطاع العقاري بسبب أنه ما بدنا يكون فيه تركيز أو تركز في الاعتمان على هذا القطاع ومنعرف الأزمات اللي دخلت فيها مختلف قطاعات أو الدول في العالم في الأزمة المالية العالمية بسبب تركز القطاعات في هذا القطاع بسبب الفقاعات اللي حصلت في الأسعار وغيرهم وبالتالي هذا القيد معروف بأنه البنك المركزي واضع شرط أنه لا تزيد نسبة التسهيلات لتمنح القطاع العقاري أكثر من 20% من ودائع العملاء لدى البنك وفقط هذا القطاع الوحيد اللي عليه تركيز الاعتماني البنوك بسياسات الاعتماني الداخلية بتكون حريصة أنها تكون فيه توزيع للتسهيلات حتى ما يكون فيه تركز في قطاع محدد ما يكون فيه مخاطر ما يكون فيه مخاطر وتحرص طبعا البنوك اللي يكون فيه عندناها ضمانات وتكون عندنا معلومات عن الجهة اللي بتخذ اعتمان ونحن نأمل بعد إنشاء الكريدت بيرو اللي هو شركة الاعتماني بالأردن أن يصير فيه عندنا سياسة اعتمانية مبنية على أكثر على المخاطر الشفافة أكثر ولديها معلومات البنوك تفصيلية عن مختلف أنواع المقترضين سواء نحكي عن أفراد أو شركات صغيرة متوسطة أو غيرها وبالتالي يكون منح الاعتمان مبني على معلومات دقيقة ويعكس حجم المخاطر للمقترض من مختلف هذه القطاعات وأن تساهم هذه الشركة في أن يكون فيه عندنا على الرغم من أنه يعني مشكلة الديون اللي مشكوك فيها واللي يعني معدومة اللي بنسميها non-performing loans نسبتها في الأردن انخفضت عن 6% حاليا بالنهاية 2014 وهاي النسبة يعني معقولة بعد ما كانت بسنوات سابقة تصل إلى وسط حوال 17 19% بالأثين وواحد وأكثر من 19% وبالتالي انخفضت إلى أقل من 6% 5% و 6% بالعشرة في المية تقريبا بالنسبة الرقم الأولي لعام 2014 هاي النسبة ممتازة وبتعكس أديش البنك المركزي يعني حصيف في إدارته للأتمانية وإدارته في السياس النقدية وأديش إدارات البنوك حريصة في إنها لما تمنح أتماني تكون مخضب كل عوامل يعني دكتور واضح أنه التطبيق أو تنفيق يعني بدء عمل ترجمة نانسي قنقر